اهلا بكم الى نشرة مفصلة لاخر الانباء من قناة يمن شباب والبداية مع العنوين برقيات عزاء للعاهل السعودي باستشهاد 12 ضابطا وجنديا في اليمن واشادة بالتضحيات السعودية دفاعا عن الامة العربية معارك عنيفة بين الجيش والانقلابيين في تعز وشبوى والجوف وايضا في النشرة السلطة المحلية في المهرة تقر تشكيل لجنة لبحث آليات لتوفير السيولة النقدية للبنك المركزي اليكم تفاصيل النشرة اهلا بكم بعث كل من رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء وقادة حزبيين بعثوا برقيات عزاء للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عزوه فيها والمملكة قيادة وحكومة وشعبا باستشهاد 12 ضابطا وجنديا سعوديا في مأرب واشادت برقيات التعزية بالدور التاريخي للمملكة دفاعا عن الامة العربية في معركة مقدسة ضد الارهاب الايراني ومطامعه التوسعية وقال الرئيس الجمهورية ان الشعب اليمني لن ينسى المواقف البطولية الشجاعة للقوات السعودية من خلال وقوفها جنبا إلى جنب مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في سبيل الدفاع عن الامن والاستقرار ووحدة الهدف والمصير المشترك وثمن نائب الرئيس علي محسن صالح التضحيات الجسيمة التي تبدلها السعودية لمواجهة مشاريع التدمير والارهاب الممولة من ايران من جانبه اكد رئيس الوزراء احمد بن دغر ان اليمن ستكون مصدر امن واستقرار لدول الجوار والدول المشاركة في التحالف العربي لا كما ارادتها ميليش الحوثي وصالح الانقلابية ومشروعها الايراني التخريبي فيما اكد رئيس الاصلاح محمد اليدومي ان جماعة الحوثي والمخلوع صالح ارادت احراق المنطقة وتحويلها إلى كتلة لهب انسياقا وراء نزاعاتهم الشيطانية وارضاء لأسيادهم اصحاب مشاريع الفتن المذهبية والطائفية اكد المستشار في رئاسة الجمهورية عبدالعزيز المفلحي ان التحالف العربي نجح في تدمير ترسانة اسلحة المخلوع صالح بشكل كامل وقال المفلحي في تصريح نشرته صحيفة عكاذ السعودية ان ترسانة الاسلحة التي ظل المخلوع يكنزها لقتل الشعب اليمني طوال فترة حكمه نجح التحالف العربي في وضع خطة طويلة المدى اسهمت في تدميرها بشكل كامل وهو ما تسبب في انهيار المعنويات للميليشيات في جبهات القتال وافشال المخططات الارهابية المدعومة من ايران اكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استعداد لبنان الدائم لدعم كل المساعي والجهود الهادفة الى تحقيق الامن والسلام في اليمن جاء ذلك خلال استقباله في بيروت سفير اليمن لدى لبنان عبدالله الدعايس واعرب السفير عن تقدير اليمن لمواقف لبنان المساندة للشرعية والجهود التي تبذلها السلطة الشرعية لانهاء الانقلاب الذي قامت به الميليشية واستعي الى عودة الامن والاستقرار وتحقيق السلام وفقا للمرجعيات المعترف بها دوليا واقليميا ومحليا دعا سفير اليمن لدى مدريد نبيل ميسري الحكومة الاسبانية الى وضع اليمن ضمن الدول ذات الاولوية في خطتها الخامسة للأعوام من 2017 الى 2020 السفير لدى لقائه في مدريد مدير مكتب الاغاثة الانسانية للوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية التابع لوزارة الخارجية افيال دي برادو اشار الى اهمية مضاعفة اسبانيا لمساهمتها لدعم اليمن عبر مختلف الاليات الدولية والاوروبية والمحلية وتسهيل تحرك السفارة اليمنية مع مختلف المنظمات غير الحكومية في كافة الاقاليم الاسبانية من جانبه اكد المسؤول الاسباني اهتمام بلاده بتقديم المساعدات لمنع اتساع الكارثة الانسانية واستعدادها لبدل جهود متعددة لدعم اليمن الذي بات واحدا من ثلاث دول تعاني من الكارثة الانسانية اكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لواء احسان عرب وقوف ميليشات الحوثي وصالح الانقلابية خلف العمليات الارهابية في المناطق المحررة جاء ذلك خلال ترأسه في عدن اجتماعا للقيادات الامنية لمناقشة مستجدات الاوضاع الامنية في المحافظات المحررة وسبول تعزيز الاستقرار الامني فيها واشر لواء عرب خلال الاجتماع الى اهمية تدشين مركز العمليات المشتركة للقيادة والسيطرة الذي سيسهم في تنظيم آلية وتوحيد منظمة القيادة والسيطرة على كافة المؤسسات الدفاعية والامنية على اسس عملية حديثة اكد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني ان انقلاب جماعة الحوث والمخلوع صالح اوقف جهود الدولة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واعاق استكمال المرحلة الانتقالية واشار خلال مشاركته في مؤتمر التبادل الثقافي اليمني الاول حول اليمن المنعقد في بيروت الى ان اليمن قبل انقلاب الميليشيات بدأت فعليا العمل على تنفيذ مخرجات الحوار عبر صياغة مسودة الدستور الجديد وتشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ المخرجات وشروع اجهزة الدولة على تحويل المخرجات الى برامج تنفيذية وقال الرعين ان الحكومة وبعد عودتها للداخل استأنفت العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ورفع وعي المجتمع بها واصدار الحكومة خلال عام خمسة قرارات لاستيعاب توصيات المخرجات في خطط وبرامج الحكومة واعداد استراتيجية اعادة تهيئة مؤسسات الدولة وفق مخرجات الحوار الوطني احتدمت المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية في عدة محافظات بالتزامن مع غارات مكثفة لمقاتلة التحالف العربي في تعز تواصلت المعارك العنيفة في محيط قاعدة خالد بن الوليد العسكرية شرقية مدينة المخة فيما صدت قوات الجيش الوطني هجوما عنيفا للانقلابيين على مواقع في محيط معسكر التشريفات والكمب شرق المدينة وشارع الأربعين شمال المدينة كما احبط الجيش هجوما للانقلابيين في العنين بجبل حبشي واندلعت اشتباكات عنيفة في جبهة طوال السادة غربي عسيلان بمحافظة شبوى جنوب اليمن وفي الجوف شمال الشرقي لليمن تصدت وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لهجوم الميليشيا على مواقع بجبهات وقز والغرفة وسداح في مدرية المسلوب هذا وشنت تحالف عشرات الغارات على مواقع وتعزيزات للانقلابيين في صعدة وحجة والمخة بتعز وبحسب المصادر أسفرت المعارك أيضا عن غارات لطائرات التحالف وأسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من الانقلابيين وتدمير آليات عسكرية توفي شخصا أحدهما امرأة وأصيب آخر جميعهم من أسرة واحدة بانفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون في طريق الرحبة بجبل حبشي غربي تعز وقالت المصادر إن لغم أرضي فجر بثلاثة أشخاص ما أدى إلى استشهاد امرأة ورجل آخر وإصابة آخر جميعهم إخوة من أسرة واحدة وصلت إلى منطقة بلحاف النفطية بمدرية ردون في محافظة شبوة قوة عسكرية مكونة من مئة فرد بعد تلقيها تدريبات في محافظة حضر موت وبحسب مصادر يمن شباب فإن قوة الدفعة الثانية التي تم تدريبها في معسكر رماء ثم في مطار الريان تأتي لتولي مهام حماية استثمارات النفطية ممثلة بمشروع الغاز الطبيعي المسال أغلقت سفارة اليمن في روسيا أبوابها أمام مبتعثين محتجين لمطالبتهم بصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ نهاية العام الماضي مصدر طلابي قال إن استفارة منع الدخول المحتجين إلى ساحتها لتنفيذ وقفة احتجاجية بعد تلقيها تعليمات من وزارة الخارجية اليمنية بمنع أي احتجاجات للطلاب في الخارج يأتي هذا بعد أن أعلن المبتعثون للدراسة في الخارج خطة تصعيد جديدة للمطالبة بمستحقاتهم المتوقفة منذ نهاية العام الماضي وهدد المبتعثون بإغلاق السفارات والملحقيات الثقافية تدريجيا في حال لم تعمل الحكومة على الاستجابة لمطالبهم أدانت نقابة الصحفيين اختطاف والد الصحفي أحمد النعمي واقتحام منزلهم في محافظة الحديدة وطالبت النقابة بسرعة الإفراج عن والد الزميل النعمي والكف عن مطاردة الصحفيين ومضايقتهم محملة جماعة الحوثي كامل المسئولية عن ما قد يتعرض له والد الزميل من أذن أو مخاطر وتلقت النقابة بلاغا من الصحفي أحمد النعمي مراسل قناة رشد يفيد فيه اقتحام عناصر مسلحة من جماعة الحوثي لمنزله في الحديدة واختطاف والده المسن على خلفية عمله الصحفي وآرائه المخالفة لهم طالب مستشار محافظة تاعز نبيل جامل بضرورة تشكيل لجنة خاصة رسمية لتولي ملف جرح المحافظة وأضاف في تصريح لقناة يمن شباب أن تزايد أعداد الجرحة يفرض أعباء ومسئوليات تقتضي وجود جهة متخصصة للقيام بالواجبات المطلوبة تجاه شريحة الجرحة الهم اتهم نقيب المعلمين في محافظة تاعز عبد العزيز سلطان إدارة البنك المركزي في عدن بعرقلة صرف شكات مرتبات معلمي المحافظة أسوة بالمحافظات المحررة وحمل محافظ البنك المركزي شخصيا المسئولية الكاملة عن تفاقم معاناة عشرات الألاف من المعلمين وأسرهم في المحافظة وناشد سلطان في اتصال مع قناة يمن شباب رئيس الجمهورية بالتدخل لمعالجة الإشكال ومحاسبة محافظ البنك المركزي لإساءته استخدام سلطاته وعرقلته تنفيذ توجيهات الحكومة الشرعية والتسبب بترد الأوضاع الإنسانية لأكبر شريحة مهنية في تاعز وأشاد نقيب المعلمين بالجهود التي يبذلها محافظ تاعز علي المعمري والتي تصطدم بتعنت محافظ البنك المركزي في العاصمة المؤقتة للبلاد حسب وصفه وفي الشأن التربوي أيضا ناقش اجتماع مدراء المديريات مع قيادة السلطة المحلية بتاعز ومكتب التربية استعدادات تدشين سير الامتحانات في مدارس المحافظة والجهود التي يبذلها الكادر التربوي لإنجاح عملية الامتحانات النهائية لمراحل النقل رغم انقطاع مرتباتهم منذ سبعة أشهر مصادر تربوية قالت ليمن شباب إن الاجتماع الذي ترأسه وكيل المحافظة عارف جامل ناقش الأوضاع الأمنية بالمديريات ومستوى تنفيذ القرارات والتوجيهات بالإضافة إلى استعراض خطة العمل في المديريات وفق اللوائح والقوانين وشدد الاجتماع أيضا على ضرورة تحصيل الموارد المالية وتوريدها إلى حساب موحد في البنك وعبر المختصين في هذا اليوم بخصوص الاختبارات التي ستعقد إن شاء الله قريبا للفصل الدراسي الثاني مع مدراء عموم المديريات وأيضا بصفتنا أيضا نحن مدير التربية والتعليم وكمساعد مدير أمن المحافظة لتهيئة الأقواء لإقراء هذه الاختبارات إن شاء الله في أقواء آمنة ونتمنى من الجميع التعاون لما فيه المصلحة العامة لتهيئة أقواء الاختبارات لأبنائنا الطلاب في المحافظة أقرت السلطات المحلية في محافظة المهرة تشكيل لجنة لبحث آلية مناسبة لتوفير سيولة نقدية لفرع البنك المركزي في المحافظة وألزم اجتماع عقد في الغيضة برئاسة محافظة المهرة محمد كدا محال ألزم الصرافة والتجار ولجنة المشتقات النفطية والمكاتب الإرادية بالآلية المقدمة من اللجنة والمشكلة والمتفق عليها هذا واستعرض الاجتماع آليات تنظيم العمل فيما يتعلق بالضرائب وسبل تحصيل إيرادات المحافظة بدأ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بمحافظة حضرمو تنفيذ مشروع توزيع مواد إغاثية ممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على أسر نازحة في محافظة الجوف المشروع الذي ينفذ برعاية من المحافظ أمين العكيمي يستهدف أكثر من 65 أسرة في تجمعات النازحين دشن المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني بتاعز المرحلة الأولى من مشروع الدعم الدوائي الطارئ للمهجرين قصريا المشروع يستهدف النازحين من مناطق العفيرة والشراجة والكدحة بمديرية جبل حبشي والنازحين إلى يفرس والبيرين ومديرية المسراخ غرب المدينة بسبب العصار النزح والتهجير القصري من قبل جماعة الحوثي لمناطق العفيرة والشراجة قبل حبشي والرحبة قمنا بترشين العلاقات للنازحين لتلك المناطق التي نزحت من العفيرة إلى يفرس والمسراخ والبيرين وتم تسليم الأدوية للمراكز الصحية القريبة من المراكز النزوح بدأت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحة ومناضري الثورة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن عملية صرف معاشات أسر الشهداء ومناضري الثورة اليمنية للربع الأخير من العام 2016 وقال مدير عام الهيئة أحمد قاسم إن فروع الهيئة العامة في المحافظات المحررة ستقوم بصرف معاشات المشمولين بالرعاية كل في إطار محافظته ووفقا للبرنامج المعد من قبل وزارة المالية يحاول نظام الملال في إيران تسريع واتيرة فرض المشروع الطائفي في اليمن فتكون النتيجة زيادة عزم اليمنيين على دحر المشروع الإيراني ودحر ميليشيات طهران في اليمن بنشرها الفوضى والقتل في المجتمع ومحاولتها المستمرة لسيراد الفكر الطائفي من إيران ونشره في أوساط الناس في اليمن أضحت ميليشي الحوثي أكثر انكشافا للرأي العام الداخلي والخارجي وتشهد البلاد مزيدا من اليقظة على مختلف الأصعدة والكيانات والشرائح الاجتماعية في ظل هرولة إيران عبر أداتها الحوثية لتسريع تشييع المناهج والمجتمعات المحلية في نطاق سيطرة الميليشيا وقد تنبهت جهات إرشادية في قوة الشرعية للمخطط الذي تديره طهران من داخل صنعاء هو الذي ابتدأ بتحريف مناهج الدراسة والهيمنة على منابر المساجد وتدمير بعضها الآخر غير الموالي لإيران وتاتي حملة فقهاء وأئمة وخطباء المساجد في اليمن لكشف جرائم الحوثيين بحق المساجد والمصلين ضمن حالة شعبية واسعة من ارتفاع الوعي العام بخطورة الانتهاكات والتوجهات التي تكرسها ميليشيا الحوثيين ووفقا لتقارير حديثة في هذا الشان فإن ميليشيا الحوثي تواصل جرائمها المنظمة ومسؤولة عن تمزيق النسيج الاجتماعي وتهديد السلم والأمن الوطني وعلى وقع الهزائم الكبيرة والانحسار الميداني لميليشيا الانقلاب في مختلف جبهات القتال تحاول إيران عبر أداتها الحوثية قطع الطريق أمام تحركات الجيش الوطني والتحالف للقضاء على الانقلاب بشكل تام من خلال اللجوء إلى أعمال عبثية إرهابية في محاولة بائسة لفرض المشروع الإيراني الطائفي والإيغال أكثر في الممارسات الإرهابية التقرير رصد قيام الحوثيين بتفجير وقصف ونهب سبعمائة وخمسين مسيدا واقتطاف مائة وقمسين من آئمة وخطباء المساجد في عدد من المحافظات اليمنية يتعرض معظمهم للتعذيب في سجون سرية ورغم مساعي الحوثيين لتدمير وطمس الهوية وإشعال الفتنة في مختلف المحافظات يبدو جليا أن اليمنيين حسموا أمرهم أخيرا مع هذه الفئة الإجرامية المناهضة للتعايش باتجاه كسر ذراع إيران واتثاثها على نحو لا يقبل المساومة بأي شكل أقيمت صباحية شعرية في كلية الأداب بجامعة عدن للشاعر والإعلامي بسام الحروري بعنوان وطن في المخيلة الصباحية حضرتها مجموعة من الأدباء والنقاد الأكاديميين والمهتمين بالشأن الثقافي استخدام اليمن وتحويلها إلى قاعدة انطلاق الاجتياح السعودية ودول الخليج هي مشروع إيران التخريبي الذي تكشفت حلقاته ومخاطره غير أن دول وشعوب المنطقة تحركت على نحو المفاجئ وأطاحت بهذا المشروع الذي يجري دحره من اليمن نحن لم نكن في حاجة أن ننتظر إلى أن تصبح اليمن قاعدة صاروخية أخرى تهدد أمن وسلامة الأراضي السعودية كشفت قيادة التحالف العربي لأول مرة وعبر تصريحات المتحدث الرسمي عن أهداف إضافية لتدخلها العسكري في اليمن إذ أن الأهداف لم تقتصر على استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب وإنما أيضا لإيقاف مخطط إيران لاستهداف السعودية انطلاقا من اليمن فإيران خططت لأن تكون اليمن هي قاعدتها لضرب أمن واستقرار السعودية وما إن بدأت بتنفيذ خطتها من خلال أدواتها المحلية سارعت السعودية ومعها تحالف العرب للتحرك وإن كان متأخرا لكن التحالف العربي تمكن من إيقاف تلك الطموحات الإيرانية العسيري أكد أن السعودية تدخلت لحماية أراضيها ضد منهج إيران المبني على استخدام الميليشيات المحلية لتنفيذ المخطط الذي تهدف له وكانت قد بدأت به منذ أن دعمت الحوثيين في الحروب الست بالتمويل والسلاح المعلومات المخابراتية لدى السعودية كانت تؤكد أن خبراء تابعين لحزب الله يدربون الحوثيين على مهاجمة السعودية وتنفيذ عمليات انتحارية داخل المملكة وقد تعرضت الأراضي السعودية بحسب اللواء عسيري لهجمات 48 صاروخا باليستيا وجميع تلك الصواريخ تعمل إيران على تشغيلها وصيانتها ولأن إيران تتهرب من المسؤولية أمام القانون الدولي فقد عملت على أن تكون الميليشيات الطائفية الحوثية هي من تتحكم بهذا النوع من الصواريخ أما عن الحسم فيؤكد العسيري أن التحالف يفضل استخدام النفس الطويل كونه يضع الميليشيات الانقلابية تحت الضغط وهنا يلفت إلى أن الحوثيين محرومين من الإمداد المادي والأسلحة في أقل حد ممكن وقد خسروا عددا هائلا من مقاتليهم وقاداتهم ويتلاشون يوما بعد آخر ناهيك عن كون الوقت يمر في صالح قوات الشرعية والتحالف العربي وتقول المؤشرات الميدانية والتجهيزات العسكرية والحراك الدبلوماسي للشرعية والتحالف أن الأسابيع المقبلة لن تخلوا من أحداث مفصلية ستغير من المعادلة العسكرية والسياسية لصالح الشرعية والتحالف فمعسكر خالد على وشك السقوط وقوات الشرعية والتحالف تترقب ساعة الصفر لتحرير الحديدة فيما أكدت هيئة كبار علماء السعودية أن مواجهة الحوثيين والمخلوع الصالح جهادا شرعيا وجميعها مؤشرات على أن الأسابيع القادمة ستكون سوداء على الإنقلابيين جرى في مديرية البريقة بمحافظة عدن فتح مظاريف لتنفيذ ستة مشاريع خدمية وتنموية بتكلفة أكثر من سبعة وتسعين مليون ريال وبتمويل من البرنامج الاستثماري للمديرية وخلال اجتماع لجنة فتح المظاريف برئاسة مدير عام المديرية وبحضور المتقدمين للمناقصات من المقاولين أو من ينوب عنهم تم الإعلان والاطلاع على مظاريف المقاولين للمشاريع والتي تضمنت إعادة تأهيل مبنى المحكمة الابتدائية وتوريد وتجهيز وتركيب أثاث مبنى المحكمة وإنشاء ثلاثة فصول دراسية لمدرسة مشهور في المنطقة وتوسعة ورصف الطريق من أمام محطة الأجرى إلى السوق المركزي في منطقة السي كلاوس بالإضافة إلى صيانة طريق بئر أحمد وصيانة طريق الواجهة الأمامية لمبنى المديرية ومن ثم إحالتها إلى لجنة التحليل الفني والمالي لاستكمال الإجراءات بشأنها أقام موظفه صندوق النظافة والتحسين في محافظة أبيان وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بمعالجة أوضاعهم المعلقة منذ ما قبل العام 2012 ويطالب الموظفون المحتجون الذين يعملون لأكثر من 15 عاما بتثبيتهم في الوظيفة بحسب الوظائف المقرى من قبل الخدمة المدنية والبالغ عددها 285 وظيفة كما طالب عدد من الموظفين بسرعة صرف مرتباتهم المتوقفة منذ شهر أغسطس للعام 2015 مناشدين محافظة المحافظة اللواء الركن أبو بكر حسين سالم بمعالجة أوضاعهم الوظيفية وصرف مرتباتهم المتأخرة وتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وللكشف عن مظاهر الفساد ومحاسبة الفاسدين والعابثين بأموال الصندوق نحن عمال الإدارة العامة للصندوق النظافة محافظة أبيان نعاني من مشاكل كثيرة في الصندوق وهي أن حقوقنا لم توصلنا من رواتبنا من 2015 آخر راتب لنا في شهر أغسطس 2015 نحن كإداريين نعاني من نقص في الحوافز نقص في الرواتب والفتوى نزلت لنا في 2012 ولغوها والآن قد وضائف في الصندوق لـ 284 موظف والآن لم يندون عنها أي معلومات دشنت بشبوى حلقة نقاشية للتعريف بأهداف حملتي التوعية والرش الضبابي لمكافحة حم الضنك الحملة التي من المقرر تدشينه الأيام القادمة وبتمويل كويتي تستهدف مدريات عطق وبيحان وعسيلان وعين وحطيب وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة المفصلة من قناة يمن شباب وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها برقيات عزاء للعاهل السعودي باستشهاد 12 ضابطا وجنديا في اليمن وإشادة بالتضحيات السعودية دفاعا عن الأمة العربية معارك عنيفة بين الجيش والإنقلابيين في تعز وشبوى والجوف والسلطة المحلية في المهرة تقر تشكيل لجنة لبحث آليات لتوفير السيولة النقدية للبنك المركزي ختام نشرتنا الإخبارية في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر